اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم عن الانسولين ازاي بنستخدمه في مريض السكر من النوع التاني المريض اللي غالبا بيكون بدأ بالاقراس اصلا بس في مرحلة ما ممكن نحتاج نديله انسولين امتى وازاي نبدأ مع الانسولين ده وهل هيخذه مع الاقراس ولا هيوقف الاقراس حلقتنا النهاردة مخصصة للاطباء وما تنساش في البداية اعمل اللي لايك للفيديو في البداية عايز اقولك ان انا عملت حلقة عن انواع الانسولين الانسولين المائي والانسولين المخلوط والانواع الجديدة من الانسولين زي النوفورابد واللانتوس والابادرة والحاجات دي كلها وازاي بنستخدمهم في مرضى السكر من النوع الاول وعملت حلقة كمان عن مضخة الانسولين هسيب لك الروابط بتاعتهم تحت تقدر تشوفهم لان هنا مش هنذكر انواع الانسولين بالتفصيل لان احنا تكلمنا عنها هناك مريض السكر من النوع الثاني غالباً بيكون بدأ بالأقراس في علاج السكر بتاعه بالإضافة طبعاً إلى ضبط الوزن والغذاء بتاعه والرياضة والعوامل النفسية إلى آخره المهم أنه غالباً بيكون بدأ بالأقراس لكن لما نلاقي المريض بتاعنا بياخد ثلاث أنواع من الأقراس لعلاج السكر وما زالت قراءاته مرتفعة أو حتى كان متزبط في وقت ما ودلوقتي الإرايات بتاعته قراءات السكر بتاعته مرتفعة وطبعاً كلنا عارفين التارجل بتاعنا إيه في المريض ده عارفين أن السكر الصايم المفروض ما يزيدش عن 130 والسكر اللي هو بعد الأكل بساعتين المفروض ما يزيدش عن 180 فلو لقينا المريض بتاعنا مش متزبط مع أنه بياخد ثلاث أنواع هنبدأ نديله إنسلين والطريقة الأولى اللي بنبدأ بيها إنسلين مع المريض بتاعنا إن إحنا ممكن نديله إنسلين مساعد حاجة بنقول عليها يعني مش هنديله إنسلين كامل طول النهار لأ هنديله مثلاً جرعة واحدة بالليل من الإنسلين طويل المفعول اللي هو زي لانتوس مثلاً بنقول عليه إنسلين مساعد ده بيحسن معانا كتير قراءات السكر عند هذا المريض سواء الصايم أو الفاطر والجرعة بتاعته ممكن توصل لحد ثلاثة من عشرة وحدة لكل كيلو من وزن المريض يعني المريض لو وزنه مية كيلو جرام ممكن نوصل لحد ثلاثين وحدة من هذا الإنسلين طويل المفعول أو اللانتوس مساءً لكن طبعاً إحنا مش بنبدأ بالجرعة دي على طول إحنا بنبدأ بجرعات صغيرة الأول وبعدين ممكن نزود بالتدريج ومع متابعة قراءات السكر يعني مريض السكر بتاعنا اللي بياخد ثلاثة أنواع من الأقراس وسكراته لسه مرتفعة شوية ممكن نبدأ نديله لانتوس بالليل مع الأقراس وهو بياخد الأقراس بتاعته عادي جداً نديله عشر وحدات مثلاً لانتوس الساعة احداشر مساءً مثلاً وبعد كده نبدأ نتابع هذه الجرعة ونشوفها مناسبة مع المريض بتاعنا ولا نحتاج نزودها شوية؟ بنتابعها ازاي؟ عن طريق إياس السكر صباحاً قبل الإفطار أول المريض ما يقوم من النوم بيقيس السكر بتاعه هي دي اللي بتحكم على جرعة اللانتوس بتاعت بالليل فلو المريض بتاعنا لقينا قياسات السكر الصايم بتاعته اللي هي أول ما يصحى من النوم لقيناها مظبوطة يبقى كده جرعة اللانتوس بتاعت بالليل كويسة أما لو لقيناها عالية فأكيد هنحتاج نزود جرعة اللانتوس لو لقينا إياس السكر في الوقت ده من 130 إلى 140 فبنزود وحدتين للانتوس ده أما لو لقيناها من 140 إلى 160 بتزود 4 وحدات من 160 إلى 180 بتزود 6 وحدات أكتر من 180 بتزود 8 وحدات فقط ومش بنزود اللانتوس ده كل يوم على فكرة لازم نصبر على الأقل 3 أيام لحين استقرار مستواف الدم يبقى المريض بتاعك اللي بياخد 3 أنواع للسكر وسكراته مش متزبطة ممكن تديله لانتوس بالليل ممكن نبدأ بجرعة صغيرة ونزود بعد كده بالتدريج تابعا لقراءات السكر الصايم زي ما قلنا طيب خلينا نقول إن المريض بدأ ياخد اللانتوس مساء وتابعنا قياسات السكر بتاعته لكن لقينا بعد الوجبات هو كمان مرتفع يعني الصايم اتزبط لكن بعد الوجبات ما زال مرتفع لو كان مرتفع في وجبة واحدة فقط ممكن نزود إنسولين مائي قبل هذه الوجبة فقط أو إنسولين سريع المفاول يعني أما لو وجبتين أو أكتر في الحالة دي خلاص بننقل على إنسولين كامل بقى ريبليسمينت ثيرابي وطبعا لما بنبدأ ندي للمريض بتاعنا إنسولين ريبليسمينت إن إحنا هنديله إنسولين كامل بنبدأ نوقف الأدوية اللي هي الأورال اللي هي عن طريق الفم بالتدريج مع هذا الميتفورمن الميتفورمن كويس وممكن نكمل عليه وفي الوقت ده قدامك اختيارين لهذا المريض الاختيار الأول والأصحة والأضاق هو بيزال بولاس ريجمن أو المالطبول ديلي انجيكشن اللي هو متعدد الشكات هندي للمريض بتاعنا إنسولين طويل المفعول مساءً زي اللانتوس وندي إنسولين سريع المفعول زي النوفو رابت أو قصير المفعول زي أكترابت مثلاً قبل كل وجبة يعني هياخد شكة بالليل طويل المفعول وقبل كل وجبة هياخد إنسولين قصير المفعول أو سريع المفعول تقول لي طيب إزاي هنحدد جرعات هذا المريض أقولك الأول في طريقة دقيقة جداً وليها معادلات دقيقة جداً دي هكلمك عنها في نهاية الفيديو لكن تطبيقها صعب والمرضى مش بيطبقوها ومش بيتعاونوا معانا في النقطة دي فأنا هقولك الطريقة اللي هي سهلة الأول ولو كانت أقل دقة لكن بتطبيقها بشكل جويس بنوصل للقراءات اللي احنا عايزينها لو المريض بتاعك وزنه مثلاً 120 كيلو فكمية الإنسولين اللي هيحتاجها على المدار اليوم غالباً بتكون من خمسة من عشرة لواحد يونت لكل كيلو من وزن المريض وإحنا غالباً بنبدأ بخمسة من عشرة يونت لكل كيلو دي جرعات مبدئية يعني ممكن نزودها بعد كده أو نقللها على حسب قراءات السكر اللي بنتبهها مع المريض فالمريض اللي وزنه 120 كيلو ممكن نبدأ معاه بخمسة من عشرة يونت لكل كيلو يعني هنبدأ بنص وزنه 120 كيلو هياخد 60 وحدة إنسولين على مدار اليوم إجمال الإنسولين اللي هياخده بنبدي نصهم بيزل يبقى ياخد 30 وحدة لانتوس مساء قبل النوم والتلاتين التانيين بنقسمهم سريع المفعول زي نوفو رابد مثلاً قبل كل وجبة 10 وحدات قبل الفطار 10 قبل الغدى 10 قبل العشرة وطبعاً لو أنت خايف من الهايبو جليسيميا شوية خايف من انخفاض السكر عند المريض بتاعك ده ممكن نبدأ بجرعات أقل شوية وبعد كده نبدأ نزود على حسب قراءات السكر يعني المريض ده بدل ما تديله 60 وحدة في اليوم اديله 50 وحدة وقسمهم برضه 25 لانتوس مساء وال25 التانيين ادهم له نوفو رابد قبل الوجبات يعني مثلاً 8 وحدات قبل الفطار 9 قبل الغدى 8 قبل العشرة والنظام ده اللي هو بيزال بولا سريجمين ده جميل جداً لأن في مرونة المريض لو مش هيكل وجبة معينة خلاص مش هياخد الإنسولين اللي قبل هذه الوجبة وخلاص الموضوع انتهى يعني لو مش هيتغدى ما ياخدش جرعة قبل الغدى وكمان من مميزاته انه بيحاكي الإفراز الطبيعي للإنسولين عند الإنسان الطبيعي فهو نظام جميل جداً وطبعاً بنتابع قياسات السكر في هذا النظام ممكن نحلل للمريض بتاعنا سكر عند الاستيقاظ من النوم لازم طبعاً المريض بتاعنا يكون عنده جهاز لقياس السكر في البيت أول ما يقوم النوم يحلل السكر والقياس ده في الوقت ده يحكم على جرعة اللامتوس بتاع بالليل زي ما قلنا إذا كان القياس عالي عن الطبيعي عالي عن 130 نحتاج نزود جرعة اللامتوس بتاع بالليل زي ما قلنا قبل كده ونخلي المريض بتاعنا يحلل بعد الفطار بساعتين وبعد الغدى بساعتين وبعد العشاء بساعتين وكل قياس منهم بيحكم على الجرعة اللي قبلها يعني بعد الفطار بساعتين ده بيحكم على جرعة قبل الفطار لو لقناها عالية أكتر من 180 فمعنى كده إن جرعة قبل الفطار دي محتاجة تزيد ما زبطتش السكر عند المريض بتاعنا لما كله كذلك قياس بعد الغدى كذلك قياس بعد العشاء كل قياس يحكم على الجرعة اللي قبله وطبعا زي ما قلت لك الطريقة الأدق في حساب الجرعات هنقولها بعد كده لكن أنا عايز أقول لك إن المريض غالبا بيبقى مسبت فطاره وغداء وعشاء كمية الكربوهيدريت اللي بياخدها غالبا بتكون شبه سبتة المريض المصري مثلا بيبقى عارف فطاره كل يوم تقريبا واحد على سبيل المثال بيفطر رغيف عيش شوية فول معروفين كميتهم معروفين بالنسباله بيضة مثلا وشوية سلطة ده فطاره تقريبا المعتاد يوميا كذلك الغدى بيبقى عارف إن هيأكل كمية رز قد كده شوية خضار إذا كان فيه بروتين أو لحوم أو مفيش في العشاء مثلا بيأكل نصر غير في حتة جبنة وشوية سلطة مثلا فعشان كده لما بنتابع إياسات بعد الوجبات لهذا المريض بنقدر بعد كده نعرف كمية الأنسلين اللي محتاجينها عشان نحرق الوجبات لهذا المريض لأن وجباته شبه سبتة لدرجة إن المريض لو نصح شوية هيقولك لا أنا مثلا هاكل مكارونة بالبشاميل غير كل يوم وعارف إن أنا هعك الدنيا شوية فبزود الإنسلين اللي قبل الوجبة دي شوية المريض ممكن يعرف بعد كده إيه الوجبات اللي هو بيأكلها غير المعتاد بتاعه وبتزود له السكر وعلى أساسها بيزود لنفسه الإنسلين قبل هذه الوجبة فالمهم إن إحنا لما بيقيس السكر للمريض بتاعنا أول ما يقوم النوم وبعد كل وجبة بساعتين ونبدأ نعدل الجرعات طبقا لهذه القياسات بنقدر نوصل إلى كمية الإنسلين المناسبة للمريض بتاعنا وزي ما قلت لك مش دي الطريقة الأدق لكنها الأسهل تطبيقا ويريد بس المريض يلتزم بيها ويتابع معنا الطريقة الثانية اللي أنا ممكن أدي بيها إنسلين لهذا المريض هي إن أنا أدي للمريض جرعتين بس في اليوم من البريميكسيد إنسلين طبعا حاجة زي المكستارد إنسلين مخلوط بيبقى فيه 70% متوسط المفعول مثلا و30% قصير المفعول زي في السوق مكستارد مثلا أو يوملين 70-30 المهم نحسب للمريض الجرعات إزاي هنفرض إن المريض وزنه 100 كيلو جرام فقلنا هنبدأ معاه بنص وحدة لكل كيلو يبقى هنديه 50 وحدة في اليوم إجمال الوحدات بتاعته 50 وحدة في اليوم بنديله تلتين الوحدات قبل الفطار والتلت قبل العاشا فهذا المريض اللي وزنه 100 كيلو جرام ممكن نديله 33 وحدة قبل الفطار و17 وحدة قبل العاشا لو أنت خايف برضو من الهايبو جليسيميا قلل شوية الوحدات إحنا بعد كده هنتابع الكراءات ونزبط جرعاتنا برضو ممكن نخليه يحلل صايم أو الميقوم النوم بعد الفطار بساعتين بعد الغداء بساعتين بعد العاشا بساعتين ونشوف الكراءات بتبقى عالية في أنهي وقت ونبدأ نزود جرعة من الجرعتين اللي هو بياخدهم لحد ما نزبط القراءات على قد ما نقدر وطبعا النظام ده اللي هو تويس ديلي ريجيمين اللي بيستخدم فيه بريميكس انسولين مش كويس قوي ومش مارن مش بيحاكي الإفراز الطبيعي للانسولية عند الإنسان المريض لو مش هيكل في الغداء ممكن يدخل في هايبو جليسيميا يعني النظام ده كمان بيتطلب أن المريض يأكل ثلاث وجبات وأحيانا سناكس أو وجبات صغيرة كده عند النوم مثلا أو بعض الفطر بشوية بين الفطر والغداء ممكن يحتاج سناكس لكنه منتشر ومرضى كتير بيفضلوه عشان بياخدوا شاكتين بس في اليوم يقولك أنا مش فاضي أتشك أربع مرات في اليوم وتابعي الإنسولين بشكل دقيق أنا رجل عندي شغل مش فاضي للكلام ده فلو تعذر استخدام البيز البولاس ريجيمين ممكن استخدم البريميكس انسولين كتوايس ديلي ريجيمين ودلوقتي يا صديق العزيز تعالي أقولك على النظام الأدق بقى في حساب جرعات الوجبات في نظام البيز البولاس ريجيمين ولو إني شرحتها برضو في الفيديو اللي فات لكن برضو زيادة للتأكيد نقولها المريض بتاعنا اللي ماشي على بيز البولاس ريجيمين وجايد غدة عشان يحسب الجرعة اللي هيخدها قبل الغدة لازم يكون عارف كمية الكربوهيدريت اللي هيكلها في الغدة قد إيه يكون متابع بقى مع حد متخصص في التخزية يكون عارف العيش فيه كربوهيدريت قد إيه العنب فيه قد إيه الفول فيه قد إيه كل حاجة يكون عارف فيها كمية الكربوهيدريت عشان في الآخر يديني أو يقولي أنا هاكل كمية كربوهيدريت قد كده في الوجبة بتاعته وفي تطبيقات على الموبايل دلوقتي بتساعد في الأح DevOps ايضا عليكم انسلين ًازالهس بيدقيك ولكن انسلين زัد ليم اعرف كمية الكارباهيضريتي لذي أكلها إلى ما قياس السكر slack سوف أكل دوليك كربيوهيدريتي وكمية انسلين تانية عشان تقلل السكر المرتفع بالفعل لايضا عليكم كمية إنسولين بتتحسب على حسب كمية الكربوهيدروت اللي هيخدها وكورريكشن دوز جرعة تصحيحية لخفض مستوى السكر المرتفع بالفعل حاليا أما لو كان قبل الوجبة سكره مظبوط الحمد لله يبقى في الوقت ده هنديله بس كمية إنسولين برامديال دوز تحرق الكربوهيدروت اللي هيكلها فقط أما سكره دلوقت كويس مش محتاج جرعة تصحيحية أو جرعة أخرى إضافية لخفض مستوى السكر لا هنديله برامديال دوز فقط وهنعرف مع بعض إزاي بنحسب الحاجات دي الأول عشان نحسب المعادلات دي فيه مصطلحات أو عوامل كده عايزك تعرفها أول حاجة Total Daily Dose اللي هي جرعة الإنسولين الإجمالية على مدار اليوم للمريض بتاعنا اللي هي غالبا نص وزنه فال Total Daily Dose لمريض وزنه 100 كيلو تقريبا 50 كمان فيه مصطلح اسمه Insulin Sensitivity Factor المصطلح ده أو العامل ده بنستخدمه عشان نحسب كمية الإنسولين في الجرعة التصحيحية اللي هي هتقلل السكر العالي أصلا قبل الوجبة المهم إعرف Insulin Sensitivity Factor ده بيساوي 1800 على Total Daily Dose على كمية الإنسولين الإجمالية لهذا المريض في اليوم 1800 دي عشان هو بياخد نوفو رابت أما لو بياخد أكت رابت فبتبقى 1500 فخلينا على النوفو رابت فهيبقى Insulin Sensitivity Factor هيساوي 1800 على Total Daily Dose المريض بتاعنا وزنه 100 كيلو جرام يبقى 1800 على 50 اللي هي Total Daily Dose اللي هي نص وزنه هيساوي 36 فال Insulin Sensitivity Factor عند الراجل ده هتساوي 36 كمان فيه مصطلح أو عامل اسمه Carbohydrate To Insulin Ratio هذا العامل سنستخدمه لاحقا في حساب جرعة الـ Brandial Dose بكمية الإنسولين اللي إحنا بنحتاجها عشان نحرق كمية الكربوهيدريت اللي هيكلها في الوجبة المهم أعرف العامل ده Carbohydrate To Insulin Ratio وده بيساوي 500 على Total Daily Dose يعني في حالتنا هنا هيساوي 500 على 50 يساوي 10 بعد معرفنا هذه العوامل تعال نشوف مثاله ونطبق مع بعض خلينا نقول إن عندك مريض وزنه 90 كيلو جرام وماشي على نظام بيز البولاس ريجمن بياخد لانتوس بالليل ونوفه رابط قبل كل وجبة جاية غدة وهيأكل في الغدة بتاعه 100 جرام كربوهيدريت حسب كمية الكربوهيدريت في الوجبة لأها 100 جرام وجينا نقس له السكر قبل الوجبة لإناه 200 فالأول هنحدد المريض بتاعنا هياخد إنسولين Brandial Dose فقط عشان يحرق 100 جرام كربوهيدريت ولا هيحتاج معاه كمان Correction Dose أو جرعة تصحيحية لإنه سكره عالي طبعا المريض بتاعنا سكره عالي المفروض يكون أقل من 130 لإنه يعتبر صايم من الفطار للغدة 6 ساعات فهياخد Brandial Dose وCorrection Dose جرعة تصحيحية لخفض مستوى السكر المرتفع بالفعل حاليا أول حاجة Brandial Dose هنحسابها إزاي Brandial Dose بتساوي كمية الكربوهيدريت اللي هو هيكلها في الوجبة على كربوهيدريت إنسولين ريشيو اللي قلت لك عليه من شوية يبقى هيساوي 100 اللي هي كمية الكربوهيدريت اللي هياخدها في الوجبة اللي جاية دي على كربوهيدريت إنسولين ريشيو عند هذا المريض اللي هيساوي 500 على 45 اللي هو تلتل Dose نص وزن المريض يعني اللي بيدينا تقريبا 11 يبقى هيساوي 100 على 11 اللي هو كربوهيدريت إنسولين ريشيو بتاع هذا المريض ف100 على 11 هيدينا 9 يعني المريض ده هيحتاج تقريبا 9 وحدات عشان يحرقوا الميت جرام كربوهيدريت اللي هيكلهم في الغدا طيب نسكت لا ما نسكتش الراجل بالفعل سكره عالي هنحتاج إنسولين ثاني عشان ينزل هذا السكر المرتفع بالفعل من غير أكل أصلا فبنحسب له Correction Dose Correction Dose هتساوي كراءة السكر الحالية ناقص التارجد بتاعنا كراءة السكر الحالية 200 التارجد كنا عايزينه 120 فيبقى 200 ناقص 120 على الإنسولين سنسيتيفتي فاكتور اللي تكلمنا عنه في البداية والإنسولين سنسيتيفتي فاكتور عند هذا المريض هيساوي 1800 لإنه بياخد نوفو رابط على Total Daly Dose اللي هي 45 بتاعته نص وزنه فهيساوي 200 ناقص 120 هيساوي 80 على إنسولين سنسيتيفتي فاكتور بتاع هذا الرجل اللي طلع 40 يعني هيساوي وحدتين يبقى المريض بتاعنا هيحتاج وحدتين كمان من النوفو رابط بالإضافة للتسع وحدات اللي كان هياخدهم عشان يحرقوا الميت جرام كاربوهيدريت يبقى المريض بتاعنا ده هياخد 11 واحدة قبل هذه الوجبة اللي هي وجبة الغداء لكن لو قلتلك إن نفس المريض ده اللي جايت غده وزنه 90 كيلو جرام وماشى على نظام بيزل بولاس ريجميل وهياخد 100 جرام كاربوهيدريت في الغداء لكن لما جينا نقص له السكر قبل الغداء لقنا 115 في الوقت ده مش هيحتاج كوريكشن دوز سكره كويس احنا نديله بس برانديالدوز اللي هي الجرعة تحرق الكاربوهيدريت بس اللي هياخدها يبقى هياخد 9 وحدات فقط طبعا فيه أمثلة برضو في الفيديو اللي فات تقدر تشوفها وزي ما قلتلك النظام ده صعب بتطبيقه شوية لكن اعرفه عشان لو فيه مريض مصقف وحابب يمشي صح الصح وهيحسب الكاربوهيدريت بتاعته في كل وجبة وهيقس سكره قبل كل وجبة ويمشي على النظام ده فاعرف النظام ده وطبقه معا وفي النهاية أحب أشكركم ما تنساش اشترك في القناة وعمل لايك وشير شكرا لحضراتكم